السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وطالباتنا الأعزاء جيل الألفين وسبعة أهلا وسهلا فيكم كثير 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 استفسارات عم توصلني بالنسبة لسؤال 14 يلي موجود في أسئلة الوحدة الثانية هذا السؤال بالبداية تعالوا تعالوا انفصل هذا السؤال وانفصل الأفرع المطلوبة كيف منستطيع إن شاء الله أنا وياكم إنه انحلهم بالبداية عنا رافعة هاي الرافعة بتحمل أحمال هذا الحمل ممكن يكون مثلا كنتينر عصير كنتينر ملابس ببقض النظر يعني هي شاحنة هاي الشاحنة فياتها حمولة بتيجيها الرافعة بتحملها وبترفحها بتنقلها لمكان ثاني بس إحنا الآن هاي الرافعة وظيفتها من الأرض لأعلى من الأرض لوين لأعلى عشان الجسم هذا تبع الرافعة ما يقلب لأنه أنا إذا أحمل الحمل هذا وأرفعه طب من الجهة الثانية زي لعبة السيسو يعني لعبة السيسو لو ما في جسمين ما في شخصين واحد عيمينها واحد عيسارها واحد على طرف الأيمن واحد على طرف الأيسر وأجا واحد منهم قام عن اللعبة ما الثاني راح يطجطج على الأرض طالح ذاكرين أكيد هاي الأوقات من أيام ايش من أيام ما كنت صغار وهنا كذلك الأمر عشان الحمل ما يطجطج حطين لك هنا ثقل موازن الثقل الموازن يعني حطين لك هنا ثقل عشان الرافعة ما تقلب أوكي يعني صار عندنا هون حمل هذا الحمل كتلته يا جماعة الخير ثلاثة بعشر أس ثلاثة هذا كتلة الحمل آه هذا كتلت مين الحمل وعندنا ثقل الموازن يلي كتلته قديش كتلته واحد بعشرة أس أربعة أوكي يعني هاي ثلاثة بعشرة أس ثلاثة وهاي اللي هي واحد بعشرة أس أربعة وطبعاً زي ما انت شايفين هاي البكرة اللي باللون الأزرق تبعد عن محور الدوران هذا ستة أمتار ستة إيش؟ ستة أمتار هل هاي البكرة يلي بتحمل الحمل عم تتغير؟ لا مكانها ثابت هاي شما هال مكانها؟ ثابت لا يتغير خلص سواء أنا الحمل هذا ولا الحمل اللي بعده ولا اللي بعده ولا اللي بعده هاي البكرة مكانها ثابت بعدها عن محور الدوران ستة ستة لكن هل الحمل يا أستاذ بيتغير نعم أكيد طبعا بيبدو يتغير هو أنا هاي الرافعة ما بتشيل غير الكنتينر أو الحمل اللي وزنه أو كتلت وثلاثة بعشرة واستلات طبعا بديه تشكل وتلون أنا بشتري رافعة عشان شاحنة واحدة أنا بجيب رافعة بتحمل شاحنات الأواعي شاحنات الأكل شاحنات الألبسة شاحنات المكياج بغض النظر شو بجوات هذا الحمل بس تحمل أحمال مختلفة ومتنوعة يعني هذا الحمل كل ما تغير يبعد ستة أمتار عن محور الدوران لكن قيمته تتغير نيجي لهذا الثقة للموازن هذا الثقة للموازن مكانه مش ثابت لأنه مكانه بيعتمد بيعتمد على الحمل والله إذا الحمل كان خفيف بيكون قريب مش كثير بعيد عن محور الدوران إذا أنت عم بتشيل حمل كبير جدا هذا الثقة للموازن بده يبعد شوي شو بده يعمل بده يبعد شوي آه وصلت وصلت قديش معه هذا الثقة للموازن يبعد الحد الأقصى ثلاثة متر الحد الأقصى قديش؟ ثلاثة متر الحد الأقصى ما له ثلاثة متر فالسؤال بيقول لك ثرع ألف حدد موقع الثقة للموازن يعني بده آر بده بعد الثقة للموازن عن محور الدوران عن مين؟ عن محور الدوران حتى يكون الحمل مرفوعا عن الأرض وفي حالة اتزان سكوني وفي حالة اتزان ما لها سكوني يعني بده يياك تحزر له وين موقع هذا الثقة للموازن بالنسبة لمحور الدوران إذا حملت الرقم اللي أنت كاتبه هنا ثلاثة بي عشر أستلات يعني إذا الرقم هنا ثلاثة بي عشر أستلات ياتر الثقة للموازن عقديش بده يبعد بده يبعد واحد متر ثمانية بالعشرة متر واحد ونصف متر اثمين متر ولا بده يحمل ثلاثة متر بس ما تكونش أهبل وتصير تحكيلي والله ممكن يبعد أربع متر ولكما هو الماكسيموم للمسار هذا للسك اللي الثقة للموازن بتحرك عليها الماكسيموم قديش اللي هو ثلاثة الماكسيموم اللي هو قديش اللي هو ثلاثة متر فتعالوا أبين لكم لو بنا نأخذ بس القطعة هاي اللي حالها وبره على الوايت بورد كيف بصير شكر السؤال لأنه أنا اللي اكتشفته إنه أغلب الطلاب خافت من السؤال بس من إيش من عدم قدرتها على تحليل الفرع نفسه هاي فرع ألف لو إجينا حكينا هاي هذا هاي هون محور الدبران علقنا هون حمل علقت هون إيش حمل اللي هو ثلاثة بعشرة أس ثلاث كيلو جرام اللي هو ثلاثة هاي نكتبين هون أم حمل ثلاثة بعشرة أس ثلاث كيلو جرام انتبه كيلو جرام يعني مش وزن مش نيوتن وعندك كتلة الثقل اللي هي واحد بعشرة أس أربع صح صح طب جميل قديش هذا بيبعد عن محور الدبران بيبعد مسافة ست أمتار الآن الآن هاي كاملة من هون لهون ثلاث أمتار الثقل الموازن وين جاي مكانه انت اللي بدك تحسر هو مكان يتراوح من صفر لثلاثة الفترة بعد الآر من صفر لثلاثة بدنا نفترض 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 انه هون هاي هذا ثقل حلو هذا ثقل بده منك السؤال توجده المسافر من هون لهون يلي أنا سميتها آر شو سميتها آر علما بأن هذا السؤال يوجد فيه اتزان سكوني يعني سيجمتي شو بتساوي؟ بتساوي لزيرو عشان أبلش أنا وياك يلا عزيزي فورا 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 أنا هاي بدي إياها أف حمل وهاي بدي إياها أف فقل يعني حولي يا طويل العمر الكتر يلي بالكيلو جرام إلى وزن كيف الواحد بيحول الكيلو جرام إلى نيوتن كيف الواحد بيحول الكتل إلى نيوتن بضربها بعشرة شو بتضربها؟ بضربها بعشرة يلا الحمل ثلاثة بعشرة أس ثلاثة بضربها بعشرة شو بتصير؟ بتصير ثلاثة بعشرة أس أرباح صح؟ ثلاثة بعشرة أس ثلاثة وضربها بعشرة بتصير ثلاثة بعشرة أس أربعة أف الثقل واحد بعشرة أس أربعة وضربها بعشرة في طالب بيقولي واحد بعشرة أس خمسة بس يلا أنا عشان معيش آلي حاسبة بدي أخلي لأس عشرة أس أربعة والواحد بدي أضربها بعشرة فشي بتصير عشرة بعشرة أس أربعة هاي نيوتن وهاي نيوتن أوكي هاي نحولنا لكم إياهم زي ما إنتوا بدكم الآن دور مين يا با الآن دور إنك تيجي هنا وتحكي سيجمتي شو بتساوي زيرو سيجمتي بتساوي زيرو لأنه قل لك متزن شو ما له قل لك؟ قل لك متزن حلو جدا يلا زي ما تعلمنا لما يكون الجسم متزن ببلش من اليمين قف الحمل 3x10x4 قديش بتبعد عن محور الدوران بتبعد مسافة 6 أمتار زاويتها 90 كيف بتدور حوالي المحور هذا بتدور مع عقارب الساعة بحط إشارة سالبة الثانية 10x10x4 بتبعد مسافة R كيف بتدور هذا؟ بدور عقارب الساعة هذا كله بتساوي لي زيرو وان كل هاي للصيد التاني بتصير 10x10x4 R تساوي 3x10x4 على معاملها R بتساوي 3x10x4 على 10x4 بس فيه هنا اشي غلط وين الاشي الغلط؟ هاي هيك فيه هنا تلاتة بستة اللي هي ثمنتاش هاي اللي هي ثمنتاش اوكي فصارت عنا اللي هي ثمنتاش على عشرة طبعا هاي محايا روحت الار صفت معنا واحد بوين ثمانية اللي هي ايش؟ متر اذا هذا ثقل الموازن يبعد عن محور الدوران مسافة او بعد مقدار واحد بوين ثمانية هذا اللي هو فرع مين؟ اللي هو فرع ألف وهينا بسطنا لكم ايا خد صورة للوح هذا اللي أمامك تعالي نشوف أنا وياك الفرعباه شو بده؟ يلا نرجع اشوف أنا وياك الفرعباه الفرعباه بيقولك طب اسمع لو سمحت لو رجعت الثقة للموازن للآخر رجعته لآخر السكة يا ترى الرافعة قديش ممكن تحمل أكبر حمل قديش ممكن تكون أكبر كتلة لهذا الحمل يعني السؤال هالمرة بدي أرجع أرسمه بطريقة مختلفة عشان تستوعبه هاي هنا اعتبرها الساق مين؟ ساق مين؟ ساق هاي الرافعة هاي محور الدوران هذا محور الدوران معلق هنا ما بقدر أغير فياته معلق فياته حمل هذا الحمل يبعد مسافة مقدارها ستة أمتار بيقولك رجعنا الثقة للموازن للحفبة صار هون شو اسمه؟ ثقل شو صار اسمه؟ ثقل قديش البعد من هون لهون؟ ثلاثة أمتار الثقل طبعا السؤال قيل ليه هنا انه كتلة الثقل ما تغير كتلة الثقل هي واحد بعشرة أربعة كيلو جرام حلو اسألني يا ترى قديش أكبر كتلة للحمل رح تكون قديش أكبر كتلة مين؟ للحمل عشان أقدر أجاوب السؤال هذا زي ما تعلمنا بمسحهاي وبنزل FG FG حمل FG حمل اللي هي أنا اللي بدي أطلح هاي عليها على أن تستفهم وهنا يا محترمين الثقل هذا بحاوله FG ثقل اللي هي عشرة كيف بيدور بيدور بشكل عكس عقارب الساعة وهنا الأسفل هذا صح؟ بيدور كيف؟ عكس عقارب الساعة اللي هو موجب معادلة بمجهول هذا المجهول اللي عندي انقله للسلايدي الثاني بصير عنا 30 ب10 أس 4 بساوي 6 FG حمل حلو على 6 على 6 FG حمل اللي هو 5 ب10 أس 4 ميوتن أنا ما بدي أكبر وزن للحمل هو طلبني أكبر كتلة للحمل اقسم على 10 وتصير 5 ب10 أس 3 وهي كيلو ميجرام وهيكا بنكون حلين السؤال اللي عاملكم إرباك إذا عندك أي مشكلة بخصوص كتابنا أو كتاب الطالب بس كل اللي عليك تعمله وتكتب لمشكلتك في التعليقات يعطيكم ألف عافية وسلام الله عليكم